اشتركوا في القناة بعدها اختر اصحاب السعادة اعضاء المجلس بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن عدد من المراسم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى وفق المادة 38 من الدستور بعد ذلك اخذ المجلس الرأي النهائي بالموافق على مشروع قانون باضافة بند جديد الى المادة 2 من القانون رقم 58 لسنة 2006 ميلادية بشأن حماية المجتمع من الاعمال الارهابية المعد في ضو الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والذي تم اخذ الرأي عليه في مجموعه في الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس بعدها انتقل المجلس لتشكيل لجنة اعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو الناب الاول لرئيس المجلس وافق بعدها المجلس على تشكيل اللجان النوعية الدائمة المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات اصحاب السعادة الاعضاء كما تم بعد ذلك انتخاب اربعة من اصحاب السعادة الاعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجان التنفيذية للشعبة البرلمانية اشتركوا في القناة